بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على شراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذل قوما ما أنذل آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في عناقهم أغلالا فهي إلى الألقام فهم مقمحون واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يغسلون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغير فبشره بمغفرة وأجر كريم إننا نحن نحن نحيي الموتى ونتب ما قدموا وآدارهم وكل شيء أحسيناه في إمام مبين وادرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا نرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طاهركم معكم أإن ذكرتم لأنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قرن اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم وجرا وهم مرتدون وما لي لا أعبد الذي خطرني وإليكم زعون أتخذ من دوني آلهة إن يردني الرحمن إن يردني الرحمن بذر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفرني ربي وجعلني من المطرمين وما أنزلنا على قومي من بعده من جند من السماء من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا سيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستعزئون ألم يروا كم أولكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته ويديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ من النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجلي لمستقر الله ذلك تقدير العزيز عليم والقمر قدرناه منازل حتى عابق العرجون القديم للشمس ينمضي لها أن تذرك القمر ولا الليل ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا ذبيتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن مشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومطاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لأنكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا منا رزقكم الله قال الذين كفروا قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله وطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا البعض إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخسفون فلا يستفعون ترصيتهم ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضبون فاليوم لا تغنم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن صحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في ظلال وعلى الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم عهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدل مبين وأن اعبدوني هذا سراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إسلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد ورجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا السراط فأنا يبسلون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نمكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لجنبر من كان حيا ويحط القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكلون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينسرون لا يستطيعون مسرهم بهم لهم جند محضرون فلا يحزن كقولهم إنا نعلم ما يسرزون وما يعلمون أولم يرى الإنسان وإنا خلقناه من مطفة فإذا هو خشيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي الإظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أبل مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأفضل نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون